كل واحد ينظر لتاريخه شو قدم أنا ما عم بيحكي عن مصاري الإنسان لما يكون إنسان صالح فاضل ويساعد على بناء الدولة الفاضلة ساعتها قادة الدولة بصيروا قادة فاضلين قادة فاضلين وليس مثل حكام أمريكا وكندا ولا بريطانيا ولا إسرائيل هدول ما بيعرفوا شغل اسمه الدولة الفاضلة هدول ما بيعرفوا شغل اسمه حقوق الإنسان ما بيعرفوا شغل احترام حقوق الإنسان هدول يوم بيعطوك محاضرة عن حقوق الإنسان واليوم الثاني بيتلاقيون راحوا أتلوا مليون إنسان بيقولك هيك بالغلط والله العراق الـ CIA قالوا لنا أنه في جانا أخبار تبعا الماس ديستركشن والأتلوا مليون عراقي أو أتلوا عشرات الألاف من السوريين وبعدين قالوا أوه نحن آسفين والله ما كان نقصد ولا راحوا إلى أفغانستان وأتلوا الآلاف والآلاف المؤلفة بعدين قالوا إنه والله نحن نعتذر ما كان قصدنا ما كان قصدنا أنتو هيك بتكون هيك قادة؟ هل يترى قائد سوريا عمل هالشي؟ مستحيل قائد سوريا الحالي سنة 2023 لا يمكن يعمل يرتكب هيك جريمة مستحيل هيك جرائم بيرتكبة قادة أمريكا وكندا وبريطانيا وإسرائيل هذا من تخصص قواد الغرب والناتو وليس من تخصص قادة سوريا العظماء نعم وأنا أقول لكم اتقوا الله يا مسلمين اتقوا الله حاجة اظنوا الشر في قادتكم واضنوا الشر في ناس من أمثالي وأمثال أصدقائي في كل أطراف العالم اتقوا الله والله إني أحبكم أحبكم كما أحب نفسي أنا لو ما بحبكم متل ما بحب نفسي سواء كنتوا معارضين أو كنتوا مؤيدين للنظام السوري ما كنت حكيت معكم الحكي هذا ولكن أنا بريد الخير لألكم بريد الخير للكل سواء كان للنظام أو لله glued عرضوا النظام السوري لأني أحبكم والله أحبكم كلكم وخايف عليكم خايف على ابني خايف على ولادكم خايف على نسوهمكم خايف على المراهقين هلي معكم خائف على أولادنا هنا في أمريكا وكندا وأوروبا وبريطانيا أعرف أن شباب عرب عاشوا في بريطانيا دخلوا لهم عقول النخر بالمثاق الكهربائية مثل فوتوا السم جواد عقولهم أنا لا أريد أن يحدث بأبني أنا حاولوا يخشوني عقلي لكن رفضت دفشتهم ولكن كثير من المسلمين العرب والسوريين بخشول عقول وحطوا السم في جواتهم